اشتركوا في القناة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين وكان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة وأعضاء السفارة وقد أتلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله بالتصريح التالي إنه لمن دواعي سرورنا وسعادتنا أن نقوم بهذه الزيارة الأخوية إلى بلدنا الثاني دولة الكويت الشقيقة لنلتقي بأخينا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في ظل ما يجمع بين بلدين شقيقين من أواصر محبة ووشائج قربة وروابط تاريخية ومصير مشترك ومن حسن الطالع أنها تتزامن مع أعتاب عام جديد نتمنى أن يحمل مزيدا من الخير والرخاء والازدهار للمنطقة بعد عام كان ثقيلا بوطأة أحداثه إن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من حرصنا على تواصل اللقاءات مع أخينا صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وحكومته الموقرة لإعطاء علاقات بلدين مزيدا من الزخم الذي يعبر بصدق عما يربط بيننا من علاقات متميزة تعد مثالا يحتذا به في العلاقات بين الدول ومواصلة التنسيق والتشاور حيال الظروف بلغة الدقة إقليميا والمتسارعة في مجرياتها والمستجدات الدولية المتلاحقة بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما ننتهز هذه الفرصة الغالية لنعبر لأخينا أمير دولة الكويت الشقيقة عن اعتزازنا البالغ لما يوليه سموه من اهتمام بدعم العلاقات بين بلدين الشقيقين وإسناد سموه المتواصل لمسيرة مجلس التعاون بحكمة بالغة وحنكة وحرص منطلقه الأساسي هو الحفاظ على هذه المسيرة الخيرة والنشيد فيها أيضا بمبادرات سموه النبيلة في خدمة الإنسانية التي هو بحق قائدها على مستوى المنطقة والعالم ويسعدنا أن ننتهز هذه الفرصة الغالية لنحمل معنا من مملكة البحرين ملكا وحكومة تحيات ملؤها المحبة والوفاء لأمير وحكومة وشعب ستظل مواقفهم الداعمة لمملكة البحرين خالدة في الذاكرة الوطنية إن هذه الزيارة الأخوية ستشكل كذلك فرصة طيبة لنلتقي فيها بأخينا سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليعهد دولة الكويت الشقيقة وأخينا سمو الشيخ جابر لمبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء للوقوف على مسار التعاون الثنائي بين بلدينا والدفع به قدما إلى الأمام لتحقيق آمال وطموحات شعبين الشقيقين ويطيب لنا في هذه المناسبة أن نشيد بالتطور والتنبية الذي تشهده الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة متمنين للدولة الشقيقة اضطراد الرخاء والازدهار ويديم المولى عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة